شاهد لماذا تعتبر اليابان البلد الاكثر تقدما في العالم اليوم سنتعرف على بعض الامور التي تؤكد لنا ان اليابان هي اكثر دول العالم تقدما احذية تتحرك وحدها ابتكرت شركة نيسان احذية تقوم بتحديد الاغراض من حولها بواسطة مستشعرات بها ومن ثم بواسطة عجلتين مخفيتين داخلها تعود الاحذية الى اماكنها في حالة عدم استخدامها وكل هذا يتم بضغطة زر واحدة النجاة من اي كارثة عام 2014 ظهرت حفرة كبيرة بعمق 15 مترا في مدينة فيكوكا وحدث الامر بالقرب من محطة القطار وعلى الرغم من عدم اصابة اي شخص الا ان الطريق ظل غير مستخدم ونتيجة لتكنولوجيا المستخدمة نجح اليابانيون هناك في اصلاح الطريق خلال سبعة ايام فقط وهو ما كان سيستغرق في اي مكان اخر شهرين طرق تغني هناك مدن في اليابان بها طرق عند السير عليها يمكنك ان تسمع موسيقى جميلة ولكي تسمع هذه الموسيقى يجب ان تسير بسرعة 45 كم في الساعة وهو ما يعتبر طريقة رائعة لحف السيارات على تخفيض السرعة اسرع قطار في العالم لو رغبت في ركوب وسيلة مواصلات وتكون الاسرع والاكثر امانا والاكثر راحة في العالم فسوف تجده في اليابان فسرعة القطار تقرب سرعة الرصاصة وهو مريح للغاية ويعمل بخاصية الرافع المغناطيسي وبالتالي يطفو عدة سنتيمترات في الهواء مما يجعله يحقق ارقاما قياسية في السير بسرعة تصل الى 600 كم في الساعة وبذلك يصل الى اماكن بعيدة خلال دقائق معدودة عبوات مشروب بلغة بريل في اي عبوة للمشروبات او اطعمة ستجد عليها من الاعلى حروف اسمها مكتوبة بالغة بريل وهو ما يعتبر مثاليا جدا للمكفوفين ليعرفوا اسم المنتج الذي يتناولونه يكرهون الاعلانات الكاذبة الاطعمة الموجودة في الاعلانات وقوائم الطعام مشابهة تماما للطعام في شكله الحقيقي ما تراه امامك وتطلبه هو ما ستحصل عليه في النهاية ولو حدث وحصلت على شيء غير مطابق للصورة من الممكن ان يتم اتهام صاحب المتجر بالغش والخداع وسيتم محاكمته وهم ايضا يتميزون بقيامهم بتزيين الطعام ليصبح شكله رائعا وجذابا جدا وفاتحا للشهية فكل وجبة طعام يحولونها بكل حب الى لوحة فنية جميلة اكثر المراحيد تطورا في العالم ما يجعل اليابان في المقدمة هو التكنولوجيا الحديثة ولو تحدثنا عن المراحيد فسنجدها متطورة جدا حتى ان تصنيع الواحد منها يصل الى ثلاثة الاف دولار وهو صدقني يستحق هذه الاموال حيث انه يوجد به نظام تدفئة ومعطر والافضل على الاطلاق انك لن تضطر الى لمس المرحاض لترفعه لانه يفتح وينغلق اوتوماتيكيا ويحتوي على لوحة مفاتيح يمكنك التحكم من خلالها في المرحاض دون اي عناء ولو كل هذا غير كاف فاعلم انه يمكنك الحصول على تدليك بينما تقضي حاجتك بلد تقنية الاريات تسمى اليابان بجنة الروبوت وذلك لاننا نجد تقنية الروبوت في كل مكان من المنطقي ان تجده في المصانع لكن المذهل حقا انك ستجده في اماكن الخدمات العامة مثل المطاعم والفنادق فتجده يقوم بخدمتك ويقدم لك الطعام ويعزف لك الموسيقى ونجد ايضا روبوتات يشبهون البشر وحاليا اشهر روبوت موجود يسمى ايريكا وهي ذكية جدا ويمكنها ان تشترك في اي مناقشة وتتفاعل معك كالبشر لكن بالطبع بامعان النظر الى وجهها ستعرف انها ليست بشرية لكنها تحفى فنية يمنع التدخين في الشارع في توكيو نجد من الممنوع ان يقوم شخص بالتدخين في الشوارع حيث ان الحكومة تحترم حرية الاشخاص وتحمي غير المدخنين من اضرار التدخين السلبي ولذلك نجد كبائن وشوارع مخصصة للمدخنين وبالتالي لو خرجت في يوم وشعرت بالرغبة في التدخين يمكنك عمل ذلك بكل حرية في مكانك المخصص كما ان الجميع يحترم القانون ولا يقوم احد بخرقه ويلتزم بالاماكن المخصصة للمدخن وغير المدخن من الرائع ان نرى ما الذي تستطيع هذه البلد تحقيقه وذلك متمسكا منهم تقاليدهم وايمانهم بعاداتهم وقيمهم واضف الى ذلك احترامهم لبعضهم البعض والتزامهم بالقوانين وهو ما اجعلها في مقدمة الدول واقوها بيد ان ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا نحن نساعدك على ذلك اضغط على ايقونة الجرس ستكون على يقين ان كل الاصدقاء هنا ومن ثم ستحصل على اشعارات بالاصدارات الجديدة للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع